اشتركوا في القناة اهلا بكم يا احبتي يا اخواني يا اخواتي يا اصدقائي اليوم جابت لكم حلقة اخرى عن رزدنت ايفل ولكن هذه الحلقة ستكون عن رزدنت ايفل وان تو وثري وفور بسبب غيابي الطويل اردت ان اصنع فيديو طويل لذا اتمنى ان تستمتعوا واذا اعجبكم فيديو لا تنسوا حبة اللايك وان تشاركوا مع اصدقائكم وااه تعبت كثيرا لصناعة هذا الفيديو المهم لنبدأ في بداية مراحل تطوير اللعب كانت من المفترض ان تكون جزء جديد للعبة رعب اخرى باسم سويت حوم كابكوم ارادت ان ترى قوة الفليستجو واين وكيفة ستكون لعبة رعب بالثري دي بدلا من الثو دي ولكن تم تغيير اللعبة الى لعبة جديدة خلال مراحل التطوير تطلب تطوير رزدن تيبل 1 ثلاث سنوات من 1993 إلى 1996 في أول ستة شهر من التطوير كان يعمل على تطوير اللعبة شخص واحد تقريبا وهو مخرج اللعبة شينجي ميكامي خلال الستة شهور أنهى معظم التصاميم كتصميم الشخصيات المناطق والنص الذي كان يتكون من 40 صفحة هذا يشرح سبب جمال النص ومدى عمقه بعض اللقطات الأولى لللعبة تبين أن اللعبة كان سيكون فيها كعوب ولكن تم حذف الفكرة على أغلب الظن اتخذت أشارك هذه الخطوة بسبب حد قوة إمكانية البلايس سيشن 1 اسم اللعبة الأصلي هو بايو هازارت في اليابان سبب اختلاف اسمها خارج اليابان يعود إلى مشاكل في حقوق النشر الرجل الذي كان مسؤولا عن إحضار اللعبة إلى الولايات المتحدة علم أن اسم اللعبة لن يتم قبوله بسبب وجود اسم لعبة قديمة بهذا الاسم وفرقة غنائية أيضا بنفس الاسم لذا عقدوا اجتماع وقرروا تغيير الاسم إلى رزدنت ايبل في ريميك رزدنت ايبل 1 هنا لك مود باسم انفزبل مود حيث كل الأعداء مختفين إذا كنت هرق الألعاب الفيديو واستطعت أنهاء هذا المود في أقل من خمس ساعات ستحصل أرسالة من شنجي مكامي بنفسه يحييك على قدراتك وفنك وأنك تستحق جائزة نوبل على هذا الإنجاز حسن حسن ربما آخر جملة ابتدعتها من مؤخرتي ولكن من المفترض أن تحصل عليها بعد إنهاء هذا العذاب شنجي مكامي أراد أن يكون اسم الجزء الجديد من السلسلة رزدنت ايبل 1.5 وليس رزدنت ايبل 2 وأن تكون آخر جزء في السلسلة ولكن أحد المطورين الرئيسيين لم يوافق على هذا الاختيار حيث لم تعجبه النهاية وأراد أن تكون رزدنت ايبل 2 بداية للسلسلة طويلة من ألعاب الرعب وأن يمد في القصة وأحدثها قرار حكيم حيث حصلنا على أجزاء أخرى رائعة وللأسف أجزاء أخرى ليست رائعة نسخة رزدنت ايبل 2 اليابانية كانت أسهل من النسخ الأخرى وتمحث بعض المقاطع العنيفة منها نعم هؤلاء هم اليابانيون يحذفون المقاطع العنيفة ولكن يقبلون بأشياء مريضة كهذا رزدنت ايبل 3 أصدرت بعد سنة فقط من نزول رزدنت ايبل 2 هناك سببا وراء سرعة إصدارها الأول هو أن كابكم كانوا يعملون على عدد من الأجزاء الجانبية لريزدنت ايبل وأحدها كانت باسم نميسيس بعد نجاح رزدنت ايبل 2 قرروا تحوير رزدنت ايبل 3 إلى جزء أساسي للسلسلة السبب الثاني هو أن بلايسيشن 2 كانت ستصدر بعد سنة ونصف من وقت إصدار اللعبة لذا رادت كابكم إصدار جزء آخر على البلايسيشن 1 قبل الانتقال إلى البلايسيشن 2 من أفضل أجهزة للعب في العالم فكرة نميسيس في اللعبة مستوحى من الرجل آلي تي 1000 من فيلم ترمينيتر 2 وكيفية أن هناك خطر دائم يلاحق البطل على مدر أحداث الفيلم أحداث رزدنت ايبل 2 تقع بعد أحداث رزدنت ايبل 3 بيوم في رزدنت ايبل 3 هناك بعض الإشارات على وقوع أحداث اللعبتين في نفس المكان هنا نرى هذا المكان الموجود في رزدنت ايبل 2 وهنا نرى جثة تي 103 أيضا من رزدنت ايبل 2 أحد الأسباب الرئيسية وراء التغيير الجذري لريزدنت ايبل 4 عن نجزء السابق يعود إلى قلة نسبة بيع لعبات رزدنت ايبل 0 رغم جودة اللعبة حيث شعر الناس أنها لم تضف أي شيء جديد لسلسلة رزدنت ايبل مما دفع كابكم إلى هذا التغيير رزدنت ايبل 4 مرت بمراحل تطوير مختلفة حتى حصل على النسخة النهائية كان هناك نسخة باسم نسخة الضباب حيث ليون يقاتل في قلعة مليئة بالضباب هذه النسخة تم رميها في القمامة بعد أن وصلت إلى 40% من التطوير في 2003 عرضوا نسخة أخرى بها ليون تتم ملاحقته برج معه هوك اسمه هوك مان يلا لبتاع يا كابكم على هذا الاسم المهم هوك مان كان سيكون كناميسس في رزدنت ايبل 3 شيجي بي كامي لم تعجبه الفكرة أراد شيء جديد ومثير للعبة لذا في 2004 تم تغيير الكاميرا من الكاميرا الثابتة إلى كاميرا أوفر ذا شولدر وهذه كانت النسخة النهائية التي حصلنا عليها ترجمة نانسي قنقر